ترجمة نانسي قنقر يعتبر ثاني غذاء أساسي للحسون بعد الشوك البري في الطبيعة وينبت هذا النبات نبات اتفاف في شهر ديسمبر ويستمر حتى شهر إبريل وفي هذا الوقت يفضل أن نقدمه للحسون لأنه يحفز الحسون على التزاوج حتى أن أظهار هذه النباتات مفيدة جدا لطائر الحسون وتستخدمها الأنثى تستخدم هذه الأظهار عوضا على القطن في صنع العشاش وتنعيم العشاش من الداخل وهذه النباتات تتواجد على أطراف الحقول والمزارع والأراضي الزراعية والأماكن المجاورة للمستنقعات والمياه وهذه النباتات يحبها الحسون في فصل الشتاء لأنها تحفز الحسسين وتعطيها جمال الألوان الصاطعة إضافة إلى ذلك تعمل على تنقية الريش لهذا السبب ينصح بتقديم هذه النباتات مرتين في الأسبوع على الأقل ولا تنسوا أحبتي في الله مشاركة الفيديو حتى تعم الفائدة على الجميع بارك الله فيكم وجزاكم الله عني خير الجزاء ولا تنسوا الاشتراك في القناة مع تفعيل جرس إشعارات القناة حتى يصل إليكم كل ما هو جديد فيما يخص تزاوج وتغذية الحسون وإن شاء الله سوف نوافقكم بفيديوهات جديدة حول إنتاج فراخ الحسون وكيفية إنتاجها داخل القفص وفي السلاكات إن شاء الله ولا تنسوا عمل إعجاب للفيديو تأكيدا لدعمكم لنا لرفع المزيد من الفيديوهات المفيدة لكم ولا تدخلوا علينا بطعليقاتكم المفيدة والله الموفق للجميع ولا تنسونا من صالح دعائكم دمتم في أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله